أشكر أمانة أخواني أصحاب السعادة للسفسرات تم بركن ربما الموضوع فهم بشكل خاطئ والموضوع أضاف عبارة استخدام جواز سفراء وأي وثيقة أخرى تغوم مقام مقامه أو بطاغات الهوية الصادرة من مملكة البحرين ويجوز لوزير الداخلية بإغرار من التحديد وسائل أخرى لمغادرة مملكة البحرين أو العدل إليها ماذا يعني مع الرئيس هذا المشروع هذا استشراف المستقبل المستقبل أن ترى الجوازات تصيري أخوان في التلفون في المبايل البيومترك اللي بيه الجواز البيومترك فهذا استشراف المستقبل يمنح وزير الداخلية صلاحية تحديد أي وسيلة للخروج والمغادرة منها في السواجان البحرينيين اليوم إحنا الجواز مثل ما نعرف أنه يكون بيومترك غريبا الطلب اللي تغدم بالمجلس من أجل عفاء البحريني من فيز الشنغن كان من أولى ولياته تحويل جواز البحريني البيومترك في حالة الجواز العادي لن يسمحوا بالعفاء من الشنغن هذا نقطة أما واضطرق لأخي العزيز المحمول البحراني أننا لم ندوى الأخرى هذه الدول تسترت تسترت أثناء جائحة على الدخول البحرانيين وخرج منها هذا موضوع مختلف تستر عن موضوع الختم في الجواز حتى الجواز الإلكتروني ممكن يضاح أن هذا الشخص دخل إلى هذه البلد وكانت البلدة تحديداً إيران والكل يعلم تسترت على الدخول وخرج البحرانيين هذا موضوع مختلف بتاتاً عن مشروع الغانون مشروع الغانون استشراف للمستقبل فقط من أجل تحديد وسائل حديثة لدخول وخروج سواء كان مواطن أو خارجي ثانياً قانون البحرين لم يجهز الكفيل الاحتفاظ بجواز السفر الجواز السفر موجود عند العامل سواء كان أجنبي عربي خليجي موجود عند صاحب الجواز نفسه وهذا حق من حقوقه وفقاً طبعاً لما طالبناه قبل غليل في المرسوم كنا نطالب بتأصيل منظومة حقوق الإنسان هذه منظومة حقوق الإنسان؟ هل تحرمني مجواز السفر الخاصة أو تحجزة عندك؟ هذا بطلاب طالب بعيد عن منظومة حقوق الإنسان اللي نطالب بها وطالبنا بها والكل أعتقد معظم النواب تداخله وفي التأكيد عن منظومة حقوق الإنسان قبل غليل هذه منظومة حقوق الإنسان أما هي موضوع البطاقة أو الغيرها هذا موضوع بعيد جداً مجرد استشراف المستقبل من أجل استخدام التقنيات والوسائل الحديثة في الخروج والدخول من منافذ مملكة البحرين كذلك أعتقد في المشروع أيضاً أجاز الوزير تحديد وسائل أخرى أيضاً لمغادرة مملكة البحرين وتحديد المنافذ بنص القانون وحذف عبارة بإذن من موظف الجوازات المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر الوثيقة لأن هذا تزير في الغانون وواضح يعني لما يكون استخدام جواز السفر أكيد من خلال المرور ومن خلال الموظف والمنافذ العبور شكراً شكراً